بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة تطبيق على طريقة غوث جوردان كأحد نتائجها وهو في حساب مقلوب مصفوفة مربعة فاعتماد على طريقة غوث جوردان يمكن تعيين مقلوب مصفوفة نظامية فمن أجل المصفوفة النظامية نرمز المقلوب هذه المصفوفة بإينا إس واحد عند إذن نحصل اعتماداً على تعريف المقلوب إن المصفوفة ضرب مقلوبها يساوي المقلوب ضرب مصفوفة تساوي الإي حيث الإي هي المصفوفة الواحدية لنفرض أنه لدينا المصفوفة النظامية A اللي هي عبارة عن AIJ الـ I والج من الواحد حتى الـ N الـ I والج من I تساوي إلى الواحد حتى الـ N إذن هنا من I تساوي الواحد I والج I تساوي الواحد اثنين حتى الـ N الآن بعد هذا هو المطلوب أن نعيم مقلوبها ولتكن مطلوبها سأرمز المصفوف المقلوب بXIJ حيث الI والJ أيضا من الواحد حتى الN لدينا من التعريف من تعريف مقلوب مصفوف إن المصفوف ضرب مقلوبها يساوي إلى الE فلو أجرينا عملية الضرب هذه سنحصل على جملة N معادلة بN تربيع مجهول هي الN XIJ حيث عملية الضرب تحتوي بالشكل التالي دلتا كرونيكر هذا إما أن يساوي واحد يساوي الI إلى يساوي ج ويساوي الصفر فيما عدا ذلك لتطبيق طريقة غوز جوردان في تعيين مقلوب مصفوف المصفوف A فإننا نوسع مصفوف بالمصفوف الواحدية وعند إذن العلاقات التي تبقى على حالها وتعدل فقط قيم ج التي تصبح بالشكل ج من كاكا زاد واحد إلى الاثنين إن الآن نأخذ مثال على هذه أوجد مقلوب المصفوف A حيث A هي مصفوفة من أربع أسطر بأربعة أعمدة لنوسع هذه المصفوفة بالمصفوف الواحدية إذن لو كتبنا ونوسعناها بالمصفوف الواحدية الآن لو أجرينا التحويلات الأولية على هذه المصفوفة علما أن التحويلات الأولية لا تغير من المصفوف شي إذن لنقسم إذن غوز جوردان قال نجعل دائما الأمثال القطرية لجب أن تكون واحدات فيما عدا ذلك كلهم أصفار أي أنه نحول هذه المصفوفة إلى مصفوفة واحدية إذن نقسم هذا السطر على اثنين لو قسمنا على اثنين فنحصل على واحد اثنين ثلاثة على اثنين واحد نصف الصفة والباقي كلهم أصفار الآن أصبح معي السطر الأول هو هذا وأأتي إلى هنا نريد أن أجعل هذا الصفر وهذا الصفر لو جعلنا هذا الصفر كيف لنضرب هذا بسالب ثلاثة ونجمعه إلى هذا الآن بالنسبة للتاني لو ضربنا هذا بسالب ثلاثة وجمعنا إلى هذا لو ضربناه بسالب أربعة وجمعنا إلى هذا لحصلنا على هذه الجملة التالية الآن هذا بالنسبة للسطر الأول بما أن الـ A22 هذا شوفوا هذا صفر الـ A221 نبدل بين السطرين الثاني والثالث إذن بروح بعمل انسحاب بجيب الثاني وسوي الثالث والثالث وذلك لأنه عناصر القطرية قلنا يجب أن تكون كل واحدات فإذا وقع لألي سبب مثل هذا السبب فأجري هذه التبديلة إذن إذا أجرينا هذه التحويلة لو وجدنا أو لحصلنا على هذه المصفوفة الآن إذا أردت أن أجعل اللي فوق أو اللي تحت أصفار إذن هذا هو السطر الآن عندي هنا 2 فمع أنه بضرب هذا السطر بـ 2 وبضيفه الأعلى فلو ضربنا بـ 2 وأضفنا بـ 2 سالب 2 ضرب 1 سالب 2 زائد 2 صفر سالب 2 وسالب 1 هي 2 وجمعها 7 على 2 زائد 2 إذن بطلع معي 3 7 على 2 زائد 2 زائد 3 على 2 هي 7 على 2 الآن هذا إذا ضربنا بـ سالب 2 بصير سالب 10 سالب 2 بصير 10 10 زائد 1 إدعش وهكذا إذن بالنسبة للأعلى بالنسبة للأسفل كمان اللي تحته كلهم الأصفار بنفس الأسلوب تماماً إذن الآن فحصلنا على هذا بنفس طريقة نبدل العمود الثالث وبنفس طريقة العمود الرابع وبنجة التحويلات الأولية حصلنا هنا على المصفوف الواحدية إذن هذه هي مصفوفة مقلوب المصفوف A والتي نبحث عنها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته